لماذا يطلب الرئيس الأمريكي من العاهل السعودي أن تزيد المملكة من إنتاج النفط؟ دعونا قبل أن نخبركم بالأسباب نطلع على التغريدة التي طلب فيها دونالد ترامب أو تحدث فيها دونالد ترامب عن موفقة العاهل السعودي على هذا الطلب قال تحدثت للتو مع العاهل السعودي الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا أطالب السعودية بزيادة إنتاج النفط ربما إلى مليوني برميل يوميا لتعويض الفرق الأسعار عالية ولقد وافق هذا طبعا على لسان ترامب لم ترد أي تأكيدات من المملكة العربية السعودية ولكن الأسباب التي تدفع الرئيس الأمريكي إلى هذه المطالبة والتي كررها أكثر من مرة هي أن أسعار النفط المرتفعة تمثل ضغوطا على الشركات هو بطبيعة الحال يعلم أن القطاع النفطي الأمريكي والمعتمد على النفط الصخري مرتفع تكلفة يستفيد من هذه الأسعار المرتفعة ولكن على جانب آخر تتضرر الكثير من قطاعات الاقتصاد من هذه الأسعار وطبعا خاصة أننا في مرحلة متأخرة من النمو العالمي ومن النمو أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية والمستمر منذ 2009 بالتالي يجب أن نعرف هل السعودية بالفعل قادرة على هذه الزيادة دعونا نتابع في هذا العرض طبعا هو يريد مواجهة فجوة العرض كيف حدثت هذه الفجوة لدينا مليون برميل يوميا تقلص في الإنتاج الفنزويلي من 2016 إلى 2017 ثم 500 ألف برميل يوميا من 2018 إلى 2019 هذا التقلص في الإنتاج الفنزويلي ناتج عن الأوضاع الاقتصادية السيئة في فنزويلا والتي لا تسمح بالمزيد من الاكتشافات النفطية أو المزيد من عمليات التنقيب بالإضافة أيضا إلى عقوبات أمريكية فردت على فنزويلا من جانب آخر الرئيس الأمريكي قام بإعادة العقوبات الأمريكية على إيران هذا من جانب وبالتالي من المتوقع أن ينخفض الإمداد النفطي الإيراني بحدود مليون برميل يوميا ليبيا والكثير من الصراعات الموجودة داخل الأراضي الليبية منعت الكثير من أيضا العمليات الإمداد النفطية الموجودة وأثرت بما يقارب 850 ألف برميل طبعا في انقطاع لمحطتي تصدير ليبيتين كان هو آخر هذه الأحداث كذلك في كندا وتوقف خط عن الإنتاج هذا الخط كلف الإمدادات العالمية تقريبا 350 ألف برميل وكان ذلك خلال هذا الشهر في بداية شهر يوليو إذن هناك نقص ولكن لماذا لا يكون هذا شيئا جيدا في النهاية أوبيك تقوم وتسعى بكل ما تستطيع أن تحافظ على معدلات الإنتاج أو على اتفاقية الإنتاج حتى تحافظ على أسعار النفط عند المستويات الحالية فلماذا حينما تتقلص الإمدادات يصبح الخبر سيئا طبعا هذا لأنه بالنسبة للدول غير النفطية أو دول المستوردة للنفط دائما ما ترتفع أعباء وتكاليف الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى أنه أيضا يمثل ضغوط تدخمية على بعض الدول الأخرى نعود إلى السعودية في الإنتاج في المملكة هو حاليا 10 ملايين برميل يوميا هذا بحلول مايو 2018 اتفاق أوبيك طبعا كان اتفاق تقليص الإنتاج وقرروا أنهم سيقومون بزيادة 800 ألف إلى مليون برميل يوميا طبعا كطاقة إنتاجية إجمالية بحلول يوليو 2018 وبالتالي حاليا بدأت أوبيك أن تتخارج تدريجيا من هذا الاتفاق الملزم بخفض الإنتاج ترامب يريد أن يتم زيادة الإنتاج بمليوني برميل لتعويض هذا النقص لأنه يعلم أن هناك الكثير من التوقعات بأن يصل السعر النفط إلى مستويات مرتفعة لدينا بعض التقارير التي تقول أن هناك 7 دولارات غير مسعرة حاليا في النفط وأنه قد يصل إلى مستويات 83 دولار نتحدث طبعا عن مزيج برينت إذا وصل الإنتاج السعودي إلى 12 مليون برميل يوميا سيكون طبعا رقم قياسي ولكن هل تستطيع السعودية زيادة الإنتاج إلى هذا الحد دعونا نتابع طبعا هو بكل الأحوال سيمثل تحدي تقني هل السعودية لديها القدرة على الإنتاج في هذه المدة الزمنية أن تزيد إنتاجها بمليوني برميل وما يمثل 20% من القدرة الإنتاجية أو من العملية الإنتاجية الإجمالية حاليا للسعودية أولا قد لا ترغب السعودية يعني السعودية فيها النهاية أسعار النفط المرتفع تخف من الضغوط على أعباء الموازنة وتزيد من الإيرادات بالنسبة لدولة وتؤدي إلى وضع اقتصادي جيد في المملكة العربية السعودية وبالتالي السعودية ترغب دائما في أسعار نفط مرتفعة أيضا هناك انخفاض في القدرة الإنتاجية الاحتياطية إذا استهلكت السعودية 100% من قدرتها الإنتاجية فما الذي يضمن أن المملكة لن تحتاج مستقبلا سواء على جانب سياسي أو على جانب اقتصادي أن تزيد من قدرتها فلا تجد القدرة على ذلك قد يحدث أن حينما تنتج بـ 12 مليون برميل حاليا ستكون هي 100% من قاقتها الاستيعابية للإنتاج وبالتالي سيكون من الصعب مستقبلا أن تزيد إذا ما فرضت الحاجة ذلك أيضا لدينا معروض النفطي هناك خطر طبعا في فقدان السيطرة على الأسواق نتحدث عن هذه الحالة من المخاوف أن يحدث تناقص كبير في المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير وهو قد يؤدي أيضا إلى ركود عالمي أسعار النفط عامل مهم للغاية في النمو العالمي ولكن بالنسبة لها السعودية كما ذكرنا فهي أمام خيارين إما الحفاظ على القدرة الإنتاجية الإحتياطية والسماح بارتفاع الأسعار هذه هي العوامل التي تفكر فيها السعودية وطبعا دائما ما تسعى للحفاظ على توازن العرض والطلب كما ذكرنا مطالبات الرئيس الأمريكي هي لصالح الاقتصاد الأمريكي ولكن ما هو الذي في صالح الاقتصاد السعودي حتى الآن لا يظهر رد من الجانب السعودي على الرغم من التأكيد على لسان الرئيس الأمريكي أو على الأقل على كلماته على تويتر أنه أخذ الموافقة من العاهل السعودي وهذا قد يكون أيضا من الأشياء التي فهمها الرئيس الأمريكي خطأا طبقا للعديد من المحللين والمتابعين ترجمة نانسي قنقر